كيف تفكر في الزواج؟ وأمور حقيقة يعني لا تستقيم ولا تقف على ساق مجرد خيالات أوهام وفيه ضعف إيمان الله عز وجل قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله نبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة حق على الله عونه ومنها الناكح الطالب للنكاح الذي يريد العفاف يطرب العفاف ولذلك أنا أؤيد الأهل في هذا الأمر لكن بشرط أن يكون راضي بهذه البنت يعني تكون كفة تكون مقبولة فطيب أن يتحايلون الأهل عليه يقول نساعدك بشرط أن نزوجك مثلا وش المانع؟ الزواج في هذا الوقت أنا في تقديري بأنه ينبغي التبكير في الزواج في هذا الوقت أنت تشوفين يعني الناس وهذا العالم الفضاء المفتوح وهذه الثورة المعلوماتية للتصالاتية هذه الفتن الشبهات وشهوات وكذا المفترض الإنسان يبادر إلى الزواج يسارع إلى الزواج حص النفسه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وعند أصحاب السنن من حديث المسعود يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أغض للبصر وأحصن ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الآن فتن يعني أصبحت زمان سابق يعني كان الناس سارعون إلى الزواج وما في مثل هذا الفتن كيف نحن في هذا الزمان